تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي قد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 335 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 232 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 24 طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 15 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 180 طن سلع غذائية وغير غذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 485 قضية من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن و74 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر